بسم الله الرحمن الرحيم مساء خير أهلا محضراتكم وحلقة جديدة بوضوح بعيدا عن التغييرات اللي حصلت النهاردة في القوات المسلحة واللي تقال عليها أنها كانت محدودة وبعيدا عن الشائعات اللي تتقال هنا وهناك عن قرب إعلان المشير عبد الفتاح السيسي ترشحه للرئاسة واللي بيتردد أنها حتم خلال التمانية واربعين ساعة اللي جايين احنا النهاردة عندنا حوار مهم في هذا التوقيت ضفنا النهاردة رجل الأعمال الشهير الدكتور أحمد بهجت رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات دريم ومجموعة دريم الدكتور أحمد بهجت واجه خطر الإفلاس في حكم حكومة عاطف أبيد والآن يواجه حكم مركز القاهرة للتحكيم الدولي بتسليم أصول شركاته إلى بنكي الأهلي ومصر مقابل مديونيات فشل في سددها مش بس كده كمان ده هو كمان صدر قرار بمنعه من الصفر في قضايا قيلة إنها استيلاء على أراضي الدولة النهاردة هنحول نعرف حقيقة تلك الشائعات وإزاي حيواجه حكم التحكيم الدولي وهل بالفعل استغل الجنسية الأمريكية ورفع دعوة أمام القضاء الأمريكي ضد الحكومة المصرية وكمان هنتعرف على أراءه السياسية وعلاقته بنظام مبارك وموقفه من ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة وقناة دريم وموضوعات أخرى كثيرة خلونا نرحب يضفنا العزيز الدكتور أحمد مهجة رجو الأعمال أهلا بك دكتور أحمد أهلا وسهلا وسعيد جدا بذل دقاء اسمح لي نشوف تقرير أعد فريد إعداد عن حضرتك ونرجع نبدأ حوارنا فضل الدكتور أحمد بهجت رجل أعمال مصري ويحمل الجنسية الأمريكية يمتلك عدة مشاريع في مجال صناعة الإلكترونيات والعقارات والإعلام وصاحب أشهر حرب إعلامية حول قناته الفضائية وأطول معركة قضائية بسبب الديون التي تلاحق استثماراته العقارية في مدينة السادس من أكتوبر كما أنه صاحب أكبر استثمارات في إفريقيا وخصوصا في السودان تخرج أحمد بهجت في كلية الهندسة بجامعة القاهرة وتم تعيينه معيدا في الجامعة في قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية وحصل على الماجستير ثم صافر إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراساته في معهد جورجيا تيك وأثناء دراسته بالولايات المتحدة ابتكر جهازا يحسب مواقيت الصلاة في أي بلد في العالم واتجاه القبلة ثم سهم في تأسيس شركة الاستثمارية في مجال الإلكترونيات التقى بالرئيس المصري الأسبق حسن مبارك خلال زيارته لأمريكا وهناك طلب منه مبارك العودة للعمل في مصر فعاد بهجت إلى مصر وأسس شركة لإنتاج الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وخصصت له الدولة مساحة شاسعة من الأراضي بمدينة السادس من أكتوبر لإنشاء مصانع ومدينة ترفهية ومدينة سكنية متكاملة وقناة فضائية تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للقانون وحصل بهجت على قروض من البنوك لتنفيذ مشروعاته الحالمة ومع ذلك خاض أحمد بهجت معارك شرسة طارة مع الروتين والبيروقراطية وطارة أخرى مع البنوك والدولة نفسها التي قدمت له من قبل كافة الدعم ولكن سرعان ما انقلبت عليه لأسباب يعتبرها الموالين للنظام أنها سوء في الإدارة بينما يعتبرها أحمد بهجت تصفية حسابات سياسية ففي أواخر حكم مبارك تم منعه من الصفر بسبب مديونيته للبنوك وفي المرحلة الانتقالية حصلت بعض البنوك على حكم قضائي بلاستحواذ على ممتلكاته في السادس من أكتوبر وخلال عهد الرئيس السابق محمد مرسي تم تسويد شاشات قناته الفضائية وفي شهر يناير الماضي تم إدراء جسمه على قوائم الممنوعين من الصفر وسط تساؤلات عن أسباب خلافاته مع الأنظمة المتعاقبة أهلا بحضرتكم مرة تانية في بوضوح واسمحوا لي أكرر الترحاب الدكتور أحمد بهجت أهلين بك دكتور وخليني أبدأ معك على طول وأسألك أنت ليه ممنوع من الصفر إحنا كنا عملنا غلطة كبيرة إن إحنا دخلنا في مشروعات كتير في مصر فكان كل مشروع لما حد يزعل مننا ييجي يعمل لنا مشكلة في المشروع ده فنبتدي نواجه الدولة المشروع بتاعنا كان مشروع صلحية كان الدولة بتخسر فيه كتير فطلبوا من مجموعة من رجال الأعمال إنهم يخشوا ياخدوا يديروه فكان الكلام ده سنة سبعة وتسعين وكان مجموعة حوالي يمكن تمانية إلى عشرة من رجال الأعمال دخلوا في الموضوع بتاع مشروع الصلحية وتم دخول المشروع بناء على إن فيه تلاتة وتلاتين ألف فدان صالحة للزراعة لما دخلنا فجلنا إنهم 11 ألف فدان بس وإنه الباقي ده مش وصل له مية فدي أحد المفاجئات اللي كانت موجودة ولما عشان توصل مية للباقية الأرض محتاجة لمصاريف كتيرة جدا وضخ مية وكهرابة عالية يعني التكاليف غير عادية فمن سبعة وتسعين إحنا مقدرناش نكمل المشروع بعد أربع سنوات أو خمسة بيعنا المشروع ده واللي اشتريته كانت الحكومة الليبية في وقتها ممثلة في الممثلين بتوحف مصر وخرجنا من الشركة في 2003 يعني من 11 سنة ولما بيعنا إحنا يعني تقريبا بيعنا بالخصارة مش بالمكسب فإحنا يعني دخلنا المشروع حاولنا نقومه الظروف اللي كانت محيطة به ما أسعى في اتناش نعمل حاجة أنا فجئت وأنا راح المطار مسافر في أوائل شهر كان يمكن من شهرين راح السودان في يناير تم قالولي أنت على قيمة منع السفر وده طبعا حاجة برضو من حاجات الغريبة أن احنا لا نبلغ بأي مشكلة إلا لما نروح المطار وده أحد برضو الحاجات مكنش عندك أي خلفية قبلها لا ما عنديش أي خلفية لا خالص خالص والحقيقة أمتديت أخش في المشروع لقيت اللي جان اللي اتعملت كان واحد من الشركاء بتوعنا هو اللي قدم شاكه قال أنا كنت عايزة أشتري الأرض ماشي الجانب الليبي فطلع وقررت ببنع سفر كل عضاء مجلس الإدارة منهم الرجل الشاكي نفسه فبقى الشاكي ممنوع من السفر وكل عضاء مجلس الإدارة ممنوعين من السفر التقرير الخبراء قال إيه قال إنه ما فيش مشكلة من جانب الشركة نفسها اللي احنا كنا فيها ده المشكلة في القرارات الحكومية اللي صدرت في وقتها فإحنا لا يوجد علينا أي اتهام من أي نوع يعني المشكلة إن الدولة الناس اللي عملت البيع فيها إجراءات البيع عملته بالمخالفة لما يظنوه هم يعني في الإجراءات فإحنا علقتها لنا بالموضوع بجانب إنه عد أكتر من عشر سنوات على الموضوع هل خدت أي إجراءات لرفع اسمك من قوانيا؟ آه طبعا عملنا قدمناه كده وإحنا وخدنا ترخيص منهم بالسفر أنا لازم أسافر كل ثلاثة شهر لإن أنا مغير قلب فما ينفعش إن أنا أبقى إيه قاعد هنا مستني حاجة ممكن تقعد سنتين ثلاثة في التحقيقات اللي هي إحنا مش متهمين فيها أساسا يعني طيب دكتور أحمد خليني أنتقل معاك يعني يمكن الملف كبير شوية والوقت مش طويل فمحتاجين إحنا يعني هنختص شوية معلش في سبيل إن إحنا ناخد كل الإجابات خليني أروح معاك أولا إلى من أطلقوا عليك قالك دكتور أحمد بهجة ملك تسقيع الأراضي دكتور أحمد بهجة كان شريكا لعلاء مبارك وأنه سهل له أثناء حكومة الدكتور كمال الجنزوري أن يحصل على سبع مليار جنيه من البنوك دون ضمنات الكلام ده كده كله بلا أصلا له خالص أنا لم أكن مديونا كأحمد بهجة أنا كنت شريك في شركة كانت مديونة للبنوك وكنت بملك فيها 29% فقط وكانت هذه الشركة في البورصة يعني شركة تتداول في البورصة أكبروني بسبب القناة دريم للأسف أن أنا سد كامل مديونية هذه الشركة من حساب الخاص فاللي تم ده إجراء غير قانوني وغير شرعي وغير أي حاجة يعني فيش دولة في العالم بتدفع واحد مساهم في شركة كل المدينية بتاعتها لكن ده تم نتيجة أن حديث الأستاذ هيكل كان في 2002 في جامعة الأمريكية وقال فيه أن مرفروض الرئيس مبارك ما يرشحش نفسه مرة ثانية وأن مشروع التوريس لازم أن يقف فالثالث يوم من الحديث ده كنت أنا عند محافظة بنك المركزي السابق أو الأسبق الدكتور محمود أبو العيون وقالوا لي هتروح هيعرضوا عليك ورق إن مضيتوا هتروح بيتكم ما مضتوش هتبايت فطورة فما روحت هو كان محرج مش عارف يقول لي إيه لأنه طبعا كان في إيه الورق ده؟ إن أنا ضامن متضامن على أي مدينية لأي شركة حتى لو بملك 5% فيه فكان الاختيار سهل جدا لكن بتعلمات من مين؟ من رئاسة طبعا لكن مش غريب إن رئاسة أو نظام مبارك يعمله معاك هذا الموقف رغم إن البنيان الاقتصادي المشروعات الاقتصادية المجموعة الاقتصادية الموجودة اللي مملوكها النهار ده أنت حضرتك بنتها وتضخمت في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الرئيس مبارك كان حقيقي بيدفع السمار في المدن الجديدة بكل قوة وأنا أحد الذين استفادوا من دعمه للصناعة والمشروعات الجديدة فأنا ما أقدرش أنكر إن هو كان بيبزل كل جهده إنه يشجعنا طول الوقت وزيارات متكررة للمدن الجديدة عشر رمضان السادات ستة أكتوبر فإحنا من ناحية دي بنقول إنه هو كان له فضل الدفع بالعجلة بتاعة الصناعة في المدن الجديدة على قدم وصاق المشكلة بتاعتنا بقت مشكلة شخصية إن أنا يعني وجدوا إن هما دوني رخصة التليفجين والوزير السابق صفوة الشريف قال لي يعني إحنا كانت غلطة إن انت خدت رخصة التليفجين يعني وأنا أطفك معه في الرأي إن كانت غلطة ليه؟ لإنه جابت لي صدعم أنا كنت في غينة عنه أنا لسه هروح للصدعم بتعددين دلوقتي لكن أرجع تاني وأقول أنت قلت أنا كنت متهد في عهد نظام مبارك النظام ظلمك قلت لي من شوية الرئاسة هي لأبلاغ محافظة بنك المركزي الدكتور محمودة بلعيون من في الرئاسة؟ مبارك شخصيا الرجال حول مبارك أنا أعرفش أنه مسألتش دكتور أبو العيون بس هو يعني دكتور أبو العيون حي يرزق سيادتك ممكن تسأله لأنه بالتأكيد حد بلغه لأنه كان قاعد منتظرني رموز نظام مبارك منتظرني الله أعلم مين يعني تعرف أنا عمري مسألت مين بس أنا عارف أنه كان بعلم رئيس الجمهورية في وقتها يعني هل في هذه اللحظة كان فيها عدوة بين حضرتك وبين أحد من رموز نظام مبارك لا ما كانش فيه هو الحاجة الوحيدة اللي أنا أقدر أقولها أنه بالتأكيد أن جمال مبارك ما كانش مبسوط من حديث الأستاذ هيكل في دريم ده كان مؤكد يعني وأنا لاحظتها في تعطل كل حاجتي اللي كانت بتطلع مفروض من خلال رئاسة الجمهورية يعني أنا كنت بقدم على جمعة واخدت موافقة مبدئية وفضلة قعدة تسع سنين ما طلع ليش موافقة النهائية عليها إذن هل جمال مبارك هو اللي وقف مصالح حضرتك احتمال يكون هو أنا ما بعرفش طبعا مين اللي بيعمل القارات النجة السلبية لكن بالتأكيد على الرغم أن يعني في هذه اللحظة أو في هذه الفترة كان لك شريك قيل أنه سكرتير الرئيس الأسبق مبارك المرحوم جمال عبدالعزيز زوجته زوجته كان شركتك طب يعني هل الشراكة مع زوجة مسؤول كبير في رئيسة الجمهورية ورئيس السكرتيريا الخاصة رئيس الجمهورية كان الهدف منها إيه هل الهدف من هذه الشراكة يعني الخبرة التي تملكها الزوجة أم التقرب أو أن تكون قريب من صانع القرارة السياسية أولا جمال عبدالعزيز الله يرحمه الله يرحمه كان من أحسن الشخصيات اللي أنا قابلتها في حياتي وكان شخصية محترمة بشهدت كل من يعرفوه ده مثل خلق وعمره ما استخدم وجوده في الرئاسة لأي حاجة شخصية ليه خالص وأنا شاهد على هذا الأستاذة مجدل بنداري وهي صيدة فاضلة دي قامت بالشركة كلها في الأعمال اللي هي الحسابية والإدارة نفسها يعني هي كانت بتدير الشركات هي زوجته كانت بتدير الشركات بتاعتنا بكل يعني إخلاص ويوميا لعشرة مساء فهي كان لها دور حاية وأساسي في نجاح الشركات بتاعتنا لأنها هي دقوبة على العمل وعندها قدرة اخترتها أن تكون شركة بكم في المية كانت شركة بخمسة في المية في أغلب الشركات بما فيها قناة دريم لا قناة دريم ما كانش ساعتها يعني لسا تكونت لما بدنا إحنا بدنا 87 طب مش غريب إنك شريك لزوجة رئيس سكرتارية رئيس الجمهورية الذي هو كان من المقربين للرئيس الأسبق مبارك ومع ذلك جمال مبارك كما قلت حضرتك يتخذ لدق قرارات أو يعيق تحركك أو يفعل معك ما فعله لما استدعاك محمود أبو العيون محافظة بنك المركزي الأسبق تعتقد حضرتك إنه هو كان يملك سلطة ما كانش يملك سلطة هو وجوده بجانب الرئيس لا يعني إنه هو بيقدر ياخد قرار فوق رغبة الرئيس الرئيس طبعا هو صاحب القرار في الأول وفي الأخر أنا لما كنت بموت وتعبان وكان الدكتور فاروق العود ده قال لرئيس الجمهورية إن أنا بمثل إن أنا مش عيان ولا حاجة والرئيس جمال قال له الله أرحمه أنا أحمد بيموت ولازم يسافر قال له لا مش عايز أسمع عن الموضوع ده حاجة تاني لولا إن الأستاذ جلال الزربة كان رئيس تحد الصنعات كلم الرئيس المبارك وقال له ولما الرئيس المبارك تأكد إن أنا فعلا محتاج إن أنا أسافر سمح لي بالصفر رغم إن كان فاروق العودة مصر وقال إن أنا استقيل لو سافر وسفرت ورغم ما تقول عن اضطهاد نظام مبارك لك بعد حوار الأستاذ هيكل ومحاولاتهم عرقلة نشاطك الاقتصادي لكنك خرجت بتصفير حضرتك وقلت فيه أتمنى براءة الرئيس حسني مبارك وخروجه من السجن أنا لازلت بقول كده لأن أنا مقتنع إنه هو رئيس مبارك اللي عمله أسلوب حضاري جدا إنه هو لما لقى الناس مش عايزاه يكمل رئيس ساب الحكم ومش يعني ده حاجة عظيمة جدا لا حاول ليقتل في حد يعني ما كانش مثلا فيه فساد في عهده لا ده حاجة ثانية أنا بكلمك على موقف الشخص لأ أنت أنت شعورك الشخص إيه يعني أنا شعور الشخص أنا هقول لك الحد آخر حكم الدكتور الجنزوري في رئاسة الوزارة اللي هي كانت 99 أي بعدها أنا أعتقد إنه حصل لغبطة في الحكم لما الدكتور تعاطف عبيت تولى حيال اقتصاد النهار النهيار شديد جدا وحصل أزمة غير عادية لكل الناس اللي بتشتغل يعني شبه كان ضمار على الجميع وبدأت قصة إنه اتهم رجال الأعمال كل مصيبة يقول لك رجال أعمال السبب وعملهم قوانين خاصة عشان يدخلوهم السجن يعني يمكن 11 ألف وواحد دخلوا السجون من رجال الأعمال نتيجة خلافات بنكية ما فيش دولة في العالم مع فكرة بتحبس واحد عشان عنده دين ده لم يحدث في التقليل بتاعكم بتقول إن أنا كنت مش عايزة سدد ديوني وعليها ديون أنا ما كانش علي أنا شخصيا قادين الديون دي فردت علي بالقوة وتم تسويتها بأسهمي في دريم لاند وكان أنا بملوك 85% في دريم لاند البنك أصبح يملوك 85% وأنا بقيت 15 يعني أنا مسدد كامل المدينية ولا يوجد علي ولا مليم حتى تاريخه وما تم ضد من إجراءات هي عبارة عن انتقام شخصي من شخص المحافظ الأسبق اللي هو فاروق العودة طيب خلينا نطلع فاصل وطبعا الدكتور فاروق العودة لو حق التعقيم إذا أراد أن يعقب طبعا لو حق البردنة المفتوح خليني أطلع فاصل بس قبل ما أطلع فاصل عايز أسألك سؤالين تحضلهم إجابات لغاية من رجع بعد الفاصل السؤال الأول هتعمل إيه في القضية التحكيم الذي صدر ضدك ثانيا هل أنت فعلا حاليا أمت بمقادات مصر ومطالبة مصر بدفع تعويض 7 مليار دولار فاصل ونعود مع الدكتور أهلا بحضرتكم مرة تانية في بوضوح مع رجل الأعمال دكتور رحمد بعجد قبل الفاصل سألت حرك سؤالين السؤال الأول هسأله تاني هتعمل إيه في قرار التحكيم الدولي بتسليم أصول شركاتك إلى بنكي الأهلي ومصر هو الحقيقة القرار بتاع التحكيم اللي صدر كان بيقول أن العقد اللي عمله البنك لنفسه صح ولكن لا يوجد تسليم للأصول لأن هم متسلمين لطرف غير موجود في التحكيم من أصل وبعدين الحمد لله صدر قرار الأسبوع اللي فات أنه المحكمة كانت هم كانوا متصورين أن هم رايحين ياخدوا يستلموا الأصول صدر قرار بقى حالتها لجنة الخبراء بتاعة وزارة العدو ده قرار تاريخي بالنسبة لنا أنه بيحطوا الأمور في نصابها وقال أنه القرار بوضوح عايزين نعرف الموضوع ده نشأ إزاي والعقد ده صحته إيه والعقد ده تم بين مين ومين وتسليم الأصول ده بناء على إيه وفيه الفلوس اللي اتدفعت يعني حقيقة حكم تاريخي بالنسبة لنا لأنه يعني أكتر من رائع الحمد لله فأنا في منتهى السعادة طبعا أن الحكم ده صدر لأنه يعني رجع الحق لاصحابه أنه بيقول لك أنه لم يوك يعني أنا هو مش رجع هو رجع الموضوع التاني إلى نقطة تحقيق مرة أخرى كخبراء يبحثوا تاني في الموضوع عشان إيه أنا بقول لك هو بيدعو أنه هم دفعوا 3 مليار ومتين 38 مليون جنيه نقدا يعني يعني جابين شوال فيه فلوس 3 مليار ومتين 38 مليون جنيه تدفعوهم وتقدير حدرك أنه ما دفعوا كام ما دفعوش حاجة خالص أي حاجة محطوط ولا مذكورة في الإقرار الضريبي بتاعها وعندين لما عرفوا أنه عندنا المعلومات دي راحوا عملوا حاجات كلها غير قانونية تماما وإحنا دخلين على الشركة بتاعة المحاسبة بتاعتهم لأن اللي عملوه الإجراء اللي عملوه ده غير قانوني وحنشوف الإجراءات اللي بناخدها معاهم لأنها شركة عالمية فإحنا ناخد دعوة ضدها على التزوير اللي تم وهم لم يشيروا إليه يعني سابينها غنضة في الموضوع المحامي بتاع حدرك في القضية الدكتور أحمد كمال أبو المجد اللي هو ممثل لمكتب بيكر المكنزي اللي بيديره دكتور أحمد كمال أبو المجد لا 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 هو فيه واحد أمريكاني واحد مصري اسم أحمد المقدم السيد أحمد المقدم وفيه مكتب في واشنطن دي سي اللي خاد لمسك القضية معاه وإحنا تقدمنا فعلا والحيال اللي شجعني على التقديم كان الدكتور حازمي بيبلاوي لأننا كانوا البنك بيجبرني على أن أنا أمشي عدد كبير من العمال فروحت قلت له يعني أنا عايزك تتدخل لأنه العمالة عندنا حتى هتمشي فالتقوب ثلاث مرات في عشر دقايق وبعدين قال لي العمالة مهمة جدا ألفين واحد يمشوا ده مش معقول يعني طيب بعد شوية قلت له طب سيادتك هتعمل ايه قال لي مش هعمل حاجة فقلت له أشكرك جدا وخدت بعدي ومشيت وبعد ما مشيت الحياة قلت لهم اخذوا الإجراء القانوني في أمريكا لأن خلاص يعني وصابت أن الدولة هنا بتقول أنا ما ليش دعب إيه بالإجراء في أمريكا هل أنت رفعت فعلا استغلت أنك أنت تحمل الجنسية الأمريكية ورافع عضية على مصر بتطالب فيها الحكومة المصرية بتعويض 7 مليار دولار لا هو الحقيقة مش 7 مليار هما 3 و 6 من 10 مليار دولار بس ليه بناء على الآد أنا الإجراء اللي تم ضدي كان وأنا في غرفة العناية المركزة في المستشفى بعد تغيير قلبي أكبروني على أن أنا أمضي على اتفاق جديد وإلا يحطوني تحت تحفظ وياخدوا حكتي كلها في مصر ده كان برضو فاروق العقدة اللي حصل أن أنا اتطريت حماية لممتلكات أنها ما يتم مش مصادرتها أن ناخد هذا الإجراء أن أنا مضيت على الاتفاق هم خدوا الاتفاق ده وعملوا كل الإجراءات الغلط اللي هي أنا شايفها كلها تزوير من أولها لأخيرها وعملوا هذا الإجراء أنا من حقي بقى أن الإجراء ده تم على أرض أمريكية فأنا رايح للأرض الأمريكية بقول لهم أن الإجراء اللي تم ده غير شرعي وفي حاجات كتيرة بقى في القانون الأمريكاني تمنع ما تم بالنسبة لي وأنا في الانتنسف كير لأن عملية نقل قلب دي مش عملية هزار ده عملية بتاخد 12 ساعة ويعني بين الحياة والموت عد 30 أيام في غيبوبة يعني ما تم ضد هي جريمة إنسانية يعني هم أقول لك المستشفى دكتور فاروق العقدة عشان يحضر ويقنعني إن أنا أنضي وإنه لا يمكن هيسي استخدام هذه الورقة ضدي واستخدمها ضد بس مش شايف أنك أنت ترفع عضية ضد مصر تطالبها بتعويض بهذه القيمة في ظل هذه حتى الظروف يعني يمكن هذا الموضوع تحديدا الحقيقة وجد رد فعل يعني سلبي عند الكثير الله يشوف حضرتك يعني بتاخد كل ما يقبلوكه في الحياة بتاخده ظلما وعدوانا وعايزني أنا أبقى متقبل هذا الكلام ده كلام غير مقبول أنا لا يمكن أقبل إن واحد يظلمني وده يعني هقولك عضوا مجلس إدارة في البنك الأهلي بلغ فاروق العقدة وهو مش عل معاه يعني هو بر البنك المركزي قال له مبروك احنا أخذنا 98% من منتلكاته قال له خده كمان لتنين في المية بس هو إيه الخلاف اللي بينك من دكتور فاروق العقدة أنا كان فيه خلاف شخصي بينه وبينه خلاف شخصي أيوة خلاف شخصي من سنة 2002 يعني هل يعني يعني ياردت قلني إيه هو الخلاف إن على الأقل يعني يعني إيه الخلاف اللي يخلي هو كان إنه هو دائما ينفي أن يكون هناك مشكلة بينه وبينه ده كد ده كد هو خلاف شخصي بحت وفيه شهود دار بينه وبينه في المكتب أيام ما كان رئيس البنك الأهلي وكان هناك شهود منهم رئيس البنك الأهلي البعد كده ورئيس بنك مصر الحالي وكل إيه اللي حصل أنا مش عايزة يعني أذكر تاني اللي حصل بس حصل مشد عنيفة جدا بينه وبينه لما قال لي هاخد حتى كلها فرد فعلي كان عنيف جدا معاه لأنه أنا ما قبلش طبعا إن واحد يجي يقول لي هاخد حتى كلها يعني هل ما قوله تخنئة كلام عمرت كل هذا رد الفعل بالتأكيد طيب يعني برضو أنا بقول هو يعني هو ممكن يكلم ويقول وانا واجهه دلوقتي على الهواء يريت لو نقدر نكلم الدكتور فاروق العقدة دلوقتي على التليفون يعني عشان يكون له حق الرد والتعقيب زمراقنا في الكنترول يريت يكلمه دكتور فاروق العقدة عشان خاطر يرد على دكتور أحمد باجت لأنه الكلام الذي قاله دكتور باجت بيحمل الكثير من الاتهامات المهمة التي يجب أن يرد عليها حق أصيلي في الرد إذن أنت مستمر في الدعوة اللي رفحها ضد مصر في مطالبتك بالتعويب مش ضد مصر ضد البنك الأهلي على الإجراءات اللي عملها ضد لأنه سارق حكتي كلها هو سارق حكتي يعني أنا بقولك طب القضية دي وصلت لغاية فين دلوقتي هي لسه في المراحل الأولينية توقعاتك لها إيه أو محميك قالك إيه متفائل جدا طب إذا ما صدر لك حكم دكتور هتعمل في إيه هتبرع بالفلوس لأعمال التعليم في مصر إيه رأيك شو تاخد الفلوس هاخد الفلوس هاديها للعمال الخير مش تبقى حلوة دي أفيد التعليم في مصر بمبلغ كويس يدي دفعة لسنتين من ميزانية التعليم برضو يبقى حاجة عملنا خدنا فيها صدقة جارية طيب خلينا نتقل معك إلى نقطة تانية أنت كنت كما تقول كنت متطهد في نهاية حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وأنت تمنيت له أن يخرج من السجن وتمنيت له البراء مظبوط قلت لي أنا بحب مبارك ما زلت تحب مبارك رغبا ما فعله معك والله شوف أنا أقولك حاجة أنا بالنسبة لي رغم اللي عملوا فيه إلا أنه هو لما سمح لي بالصفر في 2006 وأنا بموت في مستشفى كنت في الفضار الفؤاد بموت وكان قلبي يعني تقريبا 15% الإيجيكشن فراكشن يعني شبه ميت وهو سمح لي بالصفر وصلت أمريكا بطيارة بعد 18 ساعة في طيارة SOS بتاعت إسعاف بعدما وصلت المستشفى في أمريكا بأربع ساعات توقف قلبي خمس دقائق ونص يعني أنا كنت على الحرك خلاص وقعد هناك 24 يوم وزني نزل من 110 كيلو ل 72 كيلو يعني فقط 38 كيلو في 24 يوم ده وريلك قدي حالتي كانت سيئة إن كان عندي فشل في الكارت وكيلة والرئة والأمعاء كل شيء كان فاشل والمخ طبعا كان بيهلوس طول الوقت كان باخد مورفين كل ساعتين عشان أقدر بس أبقى عايش يعني أنا شفت أيام صعبة وده اللي بعدين جوم يقولولي امضي هنا وإلا هنصدر حاجتك ده تصرف ومع ذلك لسه بتحب مبارك مبارك اللي صفرني اللي أزاني ما كانش مبارك خلي بالك اللي أزاني كان العقدة بس أنت قلتلي من الأول إن جمال مبارك هو اللي أزك جمال مبارك اللي كان مش عاجبه اللي أنا عملك وقلتلي إن جمال مبارك مش ممكن يعمل حاجة من غير أبو ما كيب أعرف ده مؤكد نحن ولا هو اللي كان بيحكم مش عقل توقعاته هو بالتأكيد في فترات كتيرة كان اللي بيحكم جمال طيب إذا كنت أنت كنت متطهد وأنا مثالي كنت على قرب برضو عرفت الأخبار دي كلها آه طبعا 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 لكن أسألك سؤال يعني إذا كنت أنت كنت متطهد في حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك طيب هل أنت كنت متطهد في حكم الإخوان إطلاقا ده كان العلاقة بيننا زال عسل الرجل يعني آخر خطاب لي يعني ذكرني بكل خير يعني مم 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 ما قبرش أقول غير أن يعني أنه عملي شهرة لا هل أنت شعرت بأي اضطهد في حكم الرئيس الأسبق السابق محمد موسيق صراحة يعني يعني أنا أنا طبعا بحكم يعني في حكم مبارك أنا كنت قريب منك لأنك كنت بشتغل معاك فأنا عارف ما تعرضت له بسبب دريم يعني أنا شاهد شخصا فشاهدتي مش مجروحة وإن أنا كنت شاهد لكن في حكم مرسي هل أنت لقيت كرجل أعمال أي مواجهات أي ضغوط عليك أقول لك حاجة أنا كنت رحت مثلا لوزير الإسكان والمرافق الحقيقة وعملنا حل كان عندي أنا هم خلقين لمشاكل فأرحت ودى تعليماته بحل المشاكل وبعدين وقفت الحلول وبعدين وصلني أن الرئيس بنفسه اللي قال له وقف الحل لأحمد به رئيس مرسي أيوة سألت ليه ما هو كان باين ليه عشان قناة دريم وقل لبراشي هو كان عنده بالأستاذ وقل لبراشي معتبر أنه هو بيهجمه أنه هو ده يعني بالنسبة له حاجة غير مقبولة على الإطلاق على الرغم أنه أقيل أن حضرتك منعت حوار للدكتورة هالة سرحان صدفت فيه الأساتذة ياسر رز مصطفى بكري عبدالله السناوي لأنهما كانوا بيهجموا الإخوان وأنت منعت هذه الحلقة هل ده صحيح؟ ده غير صحيح أنا منعت ظهور حد مش فني في البرنامج البرنامج ده كنا بنفع فيه مبلغ كبير جدا كل حلقة على أساس أنه بيجيبوا فنانين ففجأت أنه اللي بيجي ناس مش فنانين بيجوا أساسا ببلاش يخبالك فأنا أستاذ ياسر نفسه حصل بينه وبينه تليفون وفهمته أنا سبب إيه؟ أن أنا بدفع فلوس عشان الفنانين فقال كذا قلت له أنا صاحب القرار ده لأن أنا آيل مش هدفع فلوس ملايين عشان يطلع سياسيين وصحفين يتكلموا في حاجة ما هيش مفروض بفلوس أخذ بالك لكن حقيقة الأمر أنه اللي تم ده مالوش أي علاقة بالإخوان لا خالص ده كان الإخوان مشوا إلى أي مدى يعني بتدخل الدكتور أحمد بهجة في توجيه بصار العمل في قناة دريم ولماذا فكرت في أن تمتلك المال وتمتلك الإعلام بعض الفاصل مع دكتور أحمد باكت أهلا محضرتكم مرة تانية في بوضوح مع رجل الأعمال دكتور أحمد بهجة دكتور بهجة قبل الفاصل سألتك أنت لي عايز تجمع كنت ما بين المال والإعلام يعني إيه كان هدفك من هذا الجامع بين الاتنين هي الحقيقة اللي بدأت الحكاية أننا كنا بندفع فلوس كتير في التلفزيون إعلانات فحبينا أننا نعمل قناة توفر لنا في موضوع الإعلانات يبقى الإعلانات جوة الشركة ده المعلن هو ده الحقيقة فعلا يعني ما كانش في دماغي أي أحيان خالص ولا سياسة ولا سيطرة ولا نهائيا يعني إحنا بدنا عارف بإيه بالفيديو كليبس ونجحت فلما نجحت الفيديو كليبس قلنا والله خلاص نعمل قناة تانية عشان نعمل برامج بقى لأن قناة نجحة بالفيديو كليبس بس هل دريم عملت لك أزامات مع الأنظمة يعني مع نظام الرئيس الأسبق مبارك مع نظام المجلس العسكري مع نظام الدكتور مورسي أيها بالضبط أي نظام هي قاعدة عامة يعني أنا فكر أحمد المغربي كنا مرة في الزيارة ليه قال لي مونة الشاز لي ركبت لقرون بقاشطاني يعني بتقوله ليه قال لي بتهجمني يعني هو كل مسؤول أنا كنت بتعامل معاه كان الحقيقة بيعتبر أن أنا المسؤول دي المشكلة اللي ما حدشو أخذ باله منها أن أنا غير مسؤول بس حرك مش مسؤول ولا مسؤول لا أنا مش مسؤول طبعا اللي بيطلع على الشاشة هو المسؤول يعني فهم لكنك حتى لم تحمي مثلا يعني إعلاميك يعني ما حدث مثلا مع الزميلة العزيزة الإعلامية الكبيرة مونة الشازلي في حوارها مع مرشد الإخوان هل دريم حمدها هل دريم حمد دين عبد الرحمن في حوارها مثلا أقول لك ما هو حصل مع مونة الشازلي مونة الشازلي طبعا العلمية قديرة وعظيمة إنما مين اللي دفعت تمن أنا مش هي هي قالت لك أنا لا أعتذر أنا ساعتها ما قيل لي بالحرف إن بعد ما الرئيس مبارك شاف الحلقة دي قال لهم اتبحوه واللي قال لي دي طارق عامر كان رئيس البنك الآن خلاص وهو يريت يجي على الهواء يقول له إنه ما قالش كده يريت نكلم الأستاذ طارق عامر الرئيس اللي سابق للبنك الآل يعني النهار دي عندنا تليفونين منتظرينهم ويريت الإعداد يتصل بهم عشان خاطر لهم حق الرد لكن هل وقفتم بجانب الزميلة دين عبد الرحمن مثلا في حوارها مع اللوة كاتو مثلا يعني البعض قال إنه كنت في لحظة يعني على طول لا لا استغنتوا عنها لمجرد موقف أنا شخصيا حذرتها أكتر من مرة فإنها مش حيادية في التعاملها الأستاذة دينا إعلامية شوية شطرة وأنا يعني أحد الناس اللي دعموها إنما المشكلة إيه إنها هي عايزة تبقى في المدانة التحرير مش عايزة تبقى في التلفزيون يعني هي عايزة تنزل يعني تبقى من الثوار وأنا قلت لها الموقف بتاعك ده تعمليه في مدانة التحرير بشخصك لكن في القناة ما ينفعش إن أنت تفقد الحيادية تماما وتبقى أنت وغدى موقف ضد المجلس العسكري ده غير مقبول وأنا ولازلت عن درائي على فكرة يعني أنا بحب الدين عبد الرحمن كان مزيعة شطرة لكن ما كانش من الممكن إن إحنا في وقت حرج في البلد إن أنا أسيب حدي يهاجم المجلس العسكري ويقول إن ما أعطباش تدخل منح دكتور أحمد ما هو حتى لو بتدخل أنا غصبا عني لازم أتدخل أما لا إن في حد بيقول إن إيه يعني إنما الشباب يروحوا يعملوا مظاهرات عند مكتب المشير تنطاوي لا أنا شاف إن دي ما يصحش إن إحنا واحد يروح يحدف طوبة يكسر عاجة تتحول الموضوع إلى بس دي نقطة خلافية بقى فكرة إن مفترض إن أنت تريد أن تملك ولا تحكم لأن هناك من يحكم أو من يدير الفني أنت إذن تخلط الإدارة بالملكية وده التناقض بقى في الكلام ما أنا أقول لك حاجة من يدفع التمن الملكية من يستطيع أن يواجه بقى التمن الملكية طالما قررت أن تخوض ملعب الإعلام بس أنا بس مدام أنا بقى قررت يبقى أنا لازم حط رولز اللي هي تبقى فيها عدالة أنا ما بطلبش من حد أبدا إن هو يقول حاجة عمري ما قلت الحد أه قول ولا ما تقولش إنما لما بلاقي واحد بيبتدي شط في اتجاه ما بقاشه رأي بتاع المحطة ولا رأي ده رأي الشخصي لا سوري ده مكانه برا الشاشة مش جوه الشاشة يعني حضرتك مثلا بتقرأ حد معين في الدولة ما ينفعش تستخدم الممبر بتاعت تفضل تشتمه كل يوم وتقول لي ده مهنية لا مش مهنية ده سوق تصرف من هل دريم الآن أو مجال عمل دريم تشعر فيه أنها تعمل بمهنية اللي هي ايه دريم قناة دريم الآن تعمل بمهنية الحمد لله ما فيش حد ما عنديش حد يعني بيشط في حاجة ولا بيعني ما فيش هجوم غير مبرر على حد خالص عن دريم حجم الانفاق على دريم في الفترة اللي فات في رمضان يعني الناس كلها استبشرت وقالت ان دريم قادمة والناس كلها ورمضان الجاي مع دريم لكن حصل بعد الانفاق اللي تم في رمضان حصل حالة هدوء شديدة أو حصل انغلاق أو ترشيد شديد ايه اللي حصل في دريم شوف يا سيدي احنا دخلنا دريم في الرمضان الماضي على اساس ان احنا صرفنا مبلغ كبير جدا كام صرفته كام 260 مليون جنيه وعلى امل ان احنا هنحقق ريتنجز اعلى وان احنا هنعمل عائد لا يقل عن 120 مليون جنيه بشهادة الشركة بتاعت الاعلانات المسؤولة عندنا وبناء على هذا خدنا الريسك بتاع ان احنا ننزل بكل هذه المسلسلات 14 مسلسل منهم خمسة حصري وبرامج كتيرة خمس أو ست برامج يعني كان تم انفاق شديد بناء على هذا الاعتقاد فوجئنا ان الحقيقة الريتنج بتاعنا احنا كنا نمرة خمسة بعد رمضان بقنا نمرة تسعة فطبعا بقت كوميديا يعني انك تصرف كل الفلوس دي ومستوك ينزل نمرة تسعة انا متشكك ولا زلت في الريتنج اللي بيطلع لكن عمتا على مستوى الانفاق هل اثر عليك الانفاق بتاع رمضان اه طبعا لان احنا هل عندك خسير في رمضان خسير 32 مليون 32 مليون جنيه يعني لم تجني غير 30 مليون جنيه 30 مليون بس من المسؤول عنده المسؤول عنده جزء كبير يقع على شركة اللي هي مسؤولة عن الاعلانات عندنا لان شركة بتاعت دي شغلتها مفروض بجانب مسؤوليتنا الشخصية ان انا قابلت ان نعمل هذا الانفاق في الوقت اللي هو كان مفروض ان انا اكون ارشد فيه من اللي تم يعني دي خطأ مننا اعترف بي خلينا انتقل معك الى موضوع اخر وهي حرية الاعلام البعض انتقد التشويش اللي تم على زميل الاعلام الكبير دكتور باسم يوسف على برنامجه وشاف ان ده يعني ضد الحريات وضد الديمقراطية او ضد حرية الاعلام كيف ترى موضوع التشويش اللي بيتم سواء على برنامج باسم او على غيره ما اعتقد انها حاجة صبيانية لا قيمة لها لان البرنامج موجود على الانترنت ده تشوفه ولو حتى شوشت عليه انت عملت له خدمة ليه لان كل الناس هتبقى حتى كانش هيشوف البرنامج لما سمع ان بقى عليه تشويش بيخش على الانترنت يشوفه عشان يشوف ايه اللي شوشه عليه ده هل تعتقد ان النظام الحالي له علاقة بما تم اشك ان يكون في حد بالغباء ده في النظام الحالي الاستاذ خالد علي المرشح الاسبق لانتخابات الرئاسة انسحب او اعلن عدم دخوله انتخابات الرئاسة المراد وقال انه لن يشارك في مصرحية هزلية هل تعتقد ان انتخابات الرئاسة القادمة مصرحية بالتأكيد لا يعني تراجع عدد المرشحين في الانتخابات يعني الذي يجعل البعض يشعر انها اقرب الى الاستفتاء هل يهديك هذا الانتباع انا هقولك حاجة المؤكد احنا شفناه في الاستفتاء على الدستور انه الغالبية بتاعت الناس 98% قالوا نعم وجزء كبير منهم كان ثقة منهم في القوات الجيش يعني هم حاسين ان هم بيقولوا اه للقوات المسلحة الفريق او سيسي النهاردة المشير السيسي وكل القادة بتوعه حقيقة عملوا عمل بطولي في تاريخ مصر وسوف يذكر للابد الموقف التاريخي اللي اتعامل ده انه حاجة رغم انك انت سفرت قبل هذا الحدث التاريخي بيوم روحت زيوريخ والناس حتى اندهشت لماذا يخرج الدكتور باهجة هل يريد ان يكون مراقبا الاحداث من الخارج لا اطلاق انا كان اجازتي السنوية وبنتي عندها فترة محدودة في الاجازة لانهما لازم نرجع الى اخر اغسطس نكون في مصر بس 30 يوم كان معروف قبلها فترة طويلة للكل لا ما كانش معروف يعني انا لم اكن اتوقع النجاح المبهر ده بصراحة يعني يعني توقعت انه فيه مظاهرات او حاجة بس اسقاط النظام كله بهذا الشكل لم يكن في التقادي متوقع هل ستؤيد المشير عفتاح السيسي اذا ترشح في انتخابات القاسة الجمهورية ام تؤيده من لا اؤيد المشير السيسي لان قناع مني ان اللي عمله ده انجاز تاريخ انما هل هينجح كرئيس ده بقى اللي نأمل فيه يعني احنا شايفين ان هو عنده قرار قادر يعني قادر على اتخاذ القرار الصعب بل هو يعني طب ايه اول خمس قرارات مطلوبين من الرئيس القادم لمصر لو انت رئيس مصر تاخده انا مش رئيس مصر فبالتالي انا معفي من ملف الدعم مثلا هل لك رأيي مثلا في ملف الدعم دعم طبعا لازم دعم المواد البترولية ده يتلاشى فورا مهما كانت التكاليف هترفع الاسعار هترفع الاسعار بس ما تقدرش تفضل قاعد في موازن الدولة عندك 140 ولا 150 مليار جنيه رايحة لدعم وقود والبلد في اشد الاحتياج ان الفلوس دي لو موجودة تتحطف التعليم والصحة احنا اهم من الوقود دكتور هل هتشارك بالتبرع في الحملات الانتخابية للمشير السيسي لم يطلب مني ولم اقترح اي حاجة خاصة انا معتقدش انا في رأيي يعني انه محتاج يعمل اي دعاية طيب هل الدعاية المبالغ فيها لمشير السيسي ممكن تضر اكثر مما تنفع بالتأكيد اه اي حاجة تزيد عن حدها بتقلب ضدها رأيك اي في حكومة المؤنس برايما محلي انا متفائل بيها يعني انا حاس ان هم ناس جدين وبيشتغلوا والرجل انحاء ما جسر يعني طول النهار في كل مكان بيحاول يعمل حاجة كويسة وده حاجة تحمد له يعني هل ما زالت الحكومة الحالية الجديدة برضو يدها مرتعشة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وده دائم رجال الاعمال هتظل الحكومات كلها مرتعشة حتى يصدر قرار يحمي صاحب القرار شوف طول ما انت بتحاكم على الفعل الايجابي لن يكون هناك قرارات ايجابية طول ما انت ما فيش عقوبة على الفعل السلبي يعني ايه يعني حضرتك رحت البنك قدمت طلب قرض وبعدين هما مردوش عليك خالص ما حدش حاسب انما لو واحد ادك قرض ممكن يروح السجن اللي ادلك القرض ده فاذا ايه اللي يخلي اي واحد ان ياخد اجراء يعرضوا للسجن ما فيش حد مستعد يعمل كده وبصراحة ما كانش يكون هناك قرار واضح وصريح يحمي الوزراء والمسؤولين في البلد انسى ان يبقى فيه استثمار ولا يبقى فيه اي حاجة لان لن يقبل احد المسؤولين على الموافقة على شيء من غير ما يكون عنده هو حماية احنا بنقول انا ماش بكلم بقول ان يعني ان كل واحد يعمل اللي هو عايزه بقى ويقبض او يعمل لا انا بقول ان القرار الصائب اللي بيتخذ يجب ان تحمي صاحب هذا القرار سؤال الاخير لحضرتك هل يروضك حلم الهجرة خارج مصر خلال هذه الفترة الهجرة ازاي يعني انك تسيب مصر قيلة قبل كده انك انت عايز تسيب مصر لا انا كنت فعلا هسيب مصر يعني انا كنت عملت اقامة في اوروبا عشان حاجة اقرب من لمصر وعشان انا كان بيني وبين النظام السابق يعني مشكلة الحقيقة وتقلي بوضوح يعني ان انت ماليفش يعيش عندنا متى يترك الدكتور احمد بهجة مصر حينما يموت دكتور احمد بهجة انا بشكرك جدا عن هذا الحوار شكرا نورتنا وشرفتنا جدا في بوضوح دي حلقتنا النهاردة في بوضوح وبشكركم جدا كانت مع رجل الاعمال المعروف ورئيس مجموعة قنوات دريم ورئيس مجموعة دريم الدكتور احمد بهجة بكرة عندنا حلقة خاصة جدا من داخل منزل الراحل العظيم محمد عبد الوهاب عاملين حلقة خاصة جدا هنلتقي فيها لأول مرة مع المؤنس محمد محمد عبد الوهاب السيدة عصمت محمد عبد الوهاب والحفيدة زينب ابازة في حلقة خاصة جدا وجميلة جدا ارجو ان كنتوا تستمتع بها غدا في بوضوح بشكركم جدا اسماء الخير اشتركوا في القناة